أجواء مستقرة ومناسبة للخروج في رحلات في بعض المناطق حتى يوم الخميس وكتلة هواية باردة مع نهاية الأسبوع تفاصيل بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن نهار اليوم مستمر التقصى المستقر والمشمس في عمو مناطق المملكة ارتفعت أيضا درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس وأصبحت أعلى وقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام لكن استمرت تقص بارد بشكل عام خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الليل يتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية حتى يوم الخميس على أن تبدأ المملكة تتأثر تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة بكتلة هوائية باردة وتتجدد على إثرها فرص حطول زخات الأمطار نبدأ نشراتنا باستعراض خرائط تعزي درجات الحرارة المتوقعة من يوم غد الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع يوم الأربعاء تبقى درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام مع استمرار للتقص المستقر بشكل عام نفس الأجواء متوقعة يوم الخميس لكن تقترب من شرق البحر الأبيض المتوسط هذه المرة كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة قادمة من شرق القارة الأوروبية وتقترب تدريجيا من منطقة بلاد الشام اعتبارا من يوم الجمعة تعمل هذه الكتلة الهوائية الباردة على انخفاض ملموسة على درجات الحرارة وأيضا تحسن فرص حطول زخات الأمطار في أجزاء من المملكة تفاصيل أكثر حول الأمطار يستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار من يوم الخميس وحتى يوم الأحد يوم الخميس مع اقتراب هذه الكتلة الهوائية الباردة تنتشر كميات من الغيوم الماطرة فوق عموم شرق البحر الأبيض المتوسط تتحرك هذه الغيوم الماطرة شرقا باتجاه منطقة بلاد الشام نحو سوريا لبنان فلسطين ثم تدريجيا نحو أجزاء من المملكة اعتبارا من ساعة ليلة الخميس على الجمعة يوم الجمعة بإذن الله تستمر فرص طول زخات الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع تعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة في عموم مناطق المملكة على أن تصبح درجات الحرارة أقل بكثير من معدلتها مثل هذا الوقت من العام تقص بارد في عموم المناطق شديد البرودة في المناطق الجبلية العالية تستمر فرص طول زخات الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى بداية الأسبوع القادم التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية بشكل عام سبع درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة ست درجات مئوية الرطوبة منخفضة والرياح تستمر جنوبية شرقية خفيفة السرعة نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاثة اليام القادمة يوم الأربعاء أجواء مستقرة درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلتها مثل هذا الوقت من العام 15 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 7 درجات مئوية يوم الخميس نخفض لسجة 12 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 6 درجات مئوية وتصبح الفرصة واردة لهطو زخات من الأمطار خلال ساعة الليل يوم الجماعة تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس معبدأ تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية الباردة تهطل زخات من الأمطار مع أجواء ضبابية خاصة في المناطق الجبلية العالية 8 درجات مئوية فقط كحرار عظمى أما الصغرى 4 درجات مئوية نذب الآن الاستعراض توقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم الأربعاء نبدوها كالعادة من المنطقة الشمالية درجات الحرارة تكون حول 18 درجة مئوية في عموم هذه المدن خلال ساعة النهار أما ليلا تكون ما بين 6 درجات مئوية في المفرق وال9 درجات مئوية في إربت بالنسبة لمنطقة الوسطى الزرقاء 18 إلى 7 البلقاء 15 إلى 9 عمان 15 إلى 7 مادة 16 إلى 6 والبحن 22 إلى 15 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكلك 15 إلى 9 الطفيل 14 إلى 9 الشبك 13 إلى 7 معان 17 إلى 8 العقبة 13 إلى 16 درجة مئوية المنطقة الشرقية الرويشد 19 إلى 7 الصفحة و18 إلى 5 والأزرق 19 إلى 6 درجات مئوية مع أجواء غائمة جزئية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهل غزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة